صباح الخير اهلا بيكو في فيديو جديد معاكو ايمان وعاطف لو اول مرة تشوفي قناتي يشرفني جدا انك تشترك بيها وتفعل الجرز علشان يوصلك ماني كل يوم ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الصنف التحليه الجميل ده وهي كيكة الكريم كرامل بدون فارد الكيكة دي طبعا سهلة جدا ولذيذة وفوق كل ده ان هي مش مكلفة وهنشوف مع بعض هي مش هتتكلف كتير وكمان في نفس الوقت الكمية اللي هنعملها دي هتكفي في حدود خمسة وعشرين فارد طبعا انتم ممكن لو عاوزة تعملي العدد اقل من كده يبقى تقسمي المقدور اللي انا عامليه ده النص ينفع جدا تعمليه صنف تحليه في عزومة رمضان لانه هو سهل وكده كده بنبقى تعبانين في الاصناف الحديق اللي بنعملها فمنبقى عايزين نعمل صنف تحليه يكون سهل ولذيذ وفي نفس الوقت يشرفك ويابهر ضيوفك وهي حاجة جديدة ولذيذة وكمان شكلها شيك في التقديم يعني بصوا انا اصلا يعني مقطعها بسكينة وبصوا التقطيع جاي مظبوط ازاي وما شاء الله طبقى اطفق بعضها شكلها منصك ومرتب وشايفين بقى تعرية جدا ونعمة مش قادرة اوصف لكو هي حلوة اتقيه طبعا انا ما بنزلش اي واصفة غير لما يكون مجربوها وضايقة طعمها يعني خدوا وصفاتي كده وانتم مغمضين وعملوها وان شاء الله باذن الله هتبهروا بيها بولادكو وضيوفكو ان شاء الله باذن الله شايفين بقى شكلها شيك اوهي ازاي يلا نشوف بقى المقادير كوبية الا ربع سكر في حلة عشان هنحطها على النار وده الكاسترد انا جايبها العلبة انت ممكن تشتري كيس عادي بس المهم ان احنا هنستعمل اربع معالق كبار النوع الكاستر ده حل هتستعملي اربع معالق كبار والعلبة دي يعني مش غالية هي بعشرين جنيه وهيقعد معاكي تعملي منه بعد كده تلات اربع مرات تاني يعني انت هتخدي منها وتبقى معاكي العلبة تكفي كذا مرة تاني لان هتلبوها منك كتير فهاتي العلبة وخليها عندك عشان لما تعوز يتعملي بعد كده بعد كده هحط كسين كريم كرامل الكيس تقريبا ب11 وعلى فكرة الاسعار اللي انا بقولها دي بتاعت سعودي اللي بزايت فهي بتبقى غالية شوية يعني انت لو اي منطقة تانية هتلاقي الحاجة ارخص من كده دول كسين من الكريم كرامل حطتهم على اربع معالق كاستر وكبال ربع سكر وقلبته مع الناشف كده زي ما احنا شايفين وهبتدي بقى اضيف لتر لبن بس هضيفه شوية صغيرين وقلب ولازم تعمله كده علشان ما يعملش تكتلات معاكو يعني تجوفه حبة حبة كده وقلبه قبل ما تروحوا على النار علشان ما يعملش معاكي تكتلات وتضطري بقى تعادي تضربي في الخلاط وتتعيبي نفسك لأ من الاول عملي زي ما بقولك كده بق لبن بق بق صغير كده وقلبي علشان الخليط ما يكلكعش يبقى لحد الان احنا مكملناش هو لسه خمسين جنيه تكلفة لان اللتر اللبن انا عارفة ان هو بخمستاشر جنيه ممكن يبقى اقل عندك مش عارفة بس هو هنا الكيلو بخمستاشر واستعملنا كسين كريم كرامل واربع معالق كاستر هنقلبه على النار زي ما انتو شايفين مع التقريب المستمر لحد ما القوام يتقل معي ولازم يغلي طبعا وانت بتقلبي بالمضرب السلك اليدوي خلي بالك برضو بيبقى فيه في الجناب كده حاجات ساعات بتلزق وممكن تشيت وتبوز الوصفة كلها فتجيبي معلقة وتجيبي من الجناب كده بيها وتقلبي عشان تتطميني ان ما فيش حاجة لازقه في اعلى الحل خدوا بالكم من التفاصيل الصغيرة دي يا فاق يا هي صحيح تفاصيل صغيرة بس بتفرق في الاخر طبعا ودلوقتي الخليط بيلي معي زي ما احنا شايفين والحل اهي لا لازقت ولا حاجة عشان انا واقفة بقلب ما سبتش الخليط بتاعي خالص طول ما انا واقفة عليه بقلبه علشان ما يشوتش مني ويتلسع طلعته بقى من على النار هحط دلوقتي اه 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 250 نعملي كريمة لباني او اشطة او اشطة بوك او اشطة اللبان اي نوع اشطة ده بيحل الطعم طبعا بتقلبيه بقى طبعا هي هتدوب وهتسيح مع الخليط علشان هو لسه سخن بس انا شايلامن على النار يبقى حطيت بقى 250 ملي لباني او اشطة برضو احنا كده لسه كل ده ما كلفناش ما كملناش الميت جنيه تمام شايفين بقى الخليط بقى ناعم حرير وطعم وبقى مش قادر اوصف لكم شايفين بقى الجميل دلوقتي هنعمل ايه هنجيب بسكوت بسكوت سادة اي نوع مش شرط يعني تستعملي ده لكن ممكن تجيبي لوكر او بسكوت جوز الهند يعني حسب مقدرتك برضو هنبتدي نحط من الخليط فقالب عندك مستطيل ويفضل يكون بايركس علشان الطبقات بقى الدان فيه من الجنب ويباني الشياكة بس انا المستطيل اللي عندي اتفال فهو ده اللي انا بعمل فيه انا عندي البايركس بتاعي بايدوي فما ينفعش طبعا لان البسكوت زي ما نشايفين مربعات فعملت في القالب اتفال المستطيل هنبتدي بقى نروس اول طبقة من البسكوت بعد ما حطينا طبقة من الكريم كراميل الحلو ده طبعا الخليط معي سخنة عادي ما استنتهوش يبرد ولا اي حاجة هتروسي بقى اول طبقة من البسكوت الطبقة يعني حوالي خمسة وعشرين بسكوتة فانت احسبي بقى لما تشوفي هنعمل كم طبقة دلوقتي واضرابي في عدد البسكوتات عشان تعرفي هتشتري كام باك وبسكوت فيه اللي هو البسكوت لوكر المربع وفي بسكوت تاني كده بجوز الهند ناسيا اسمه تقريبا اسمه نايس حلو برضو ده يبقى لزيز على فكرة بس انا دايما بحب اشتري نوع البسكوت ده علشان يعني انا بحب طعمه بيخلي الحاجة حلوة او يعني انا بعمل بيه برضو لتشيز كيك سعيد وان شاء الله باذن الله قريب اعمل لكم برضو لتشيز كيك على البارد عشان في ناس كتير طلبينها مني خدوا طبعا بقى وصفاتي يا جماعة وانتم مغمضين لان ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بنات كتير بيبعتولي على الخاص وعلى الجروب على الفيسبوك انا عندي جروب على الفيسبوك اسمه امي كيك بيبعتولي صور شغلهم بيشكروا جدا في الوصفات انها مظبوطة وبتعجبهم بفضل بفضل ربنا طبعا دلوقتي احنا رصينا طبقة البسكوت اهو نحط بقى كمان طبقة من الكريم كراميل اللذيذة على اول طبقة من البسكوت بيساعدني جدا جدا والله لما بتبعتولي تطبيقاتكو والصور بافرح بيها قوي ناس كتير والله بتبعتلي يعني لدرجة ان انا مش عارفة يعني اخد سكرينشوت لمين ولا المين وحطها على الجروب يعني ما شاء الله يعني تسلم ايديكو كلكو وصفاتكو هيلة كيكات وناس جربت البجفور كيس ويعني بسبوسة وبيبعتوا ما شاء الله عليكو يعني شو الطابل هنحط تاني طبقة من البسكوت وبعدين برضو هنحط ده تاني باكو انا استعملته يعني انا اشتريت ثلاث بواكي وفض منهم حاجة بسيطة يعني الصينية دي مقسها علشان تبقى لو هتجيبي زيها يعني لو عندك زيها وعايزة تعملي فيها وتجيبي بسكوت عالقد بالضبط الصينية دي مقسها اه خمسة وعشرين سنتي في تلاتين سنتي دي تاني طبقة من البسكوت هحط برضو عليها خليط من الكريم كرامل اللي احنا عملنا مع بعض شايفين بقى هي كمان مغزية عشان اللبن اللي فيها يعني لو عندك بيبي تأكلي عادي لان دي بسكوت ولبن مفاش حي هنحط بقى الثالث طبقة دلوقتي من البسكوت فانا يعني اول طبقة خمسة وعشرين تاني طبقة خمسة وعشرين يبقى كده خمسين بسكوتة دلوقتي هحط الثالث طبقة لو انت بقى عايزة تقليلي المقدار ده لو شايفة انه هيبقى كتير لان زي ما قلتلكوا دول هعملوا خمسة وعشرين قطعة يعني دي هتأكل خمسة وعشرين فارب لو عايزة تعملي لعدد اقل هتقسمي المقدار اللي انا اي للك عليه بقى تمام يعني انا كتبالك المقدير في في اخر الفيديو فانت هتغضيها تقسميها على اتنين وفي نفس الوقت برضو هتجيبي صنية اصغر من دي علشان ايه تعملي فيها وهتقسمي برضو مقدار البسكوت دي بقى تالت طبقة هنحطها من الكريم كرامل فوق تالت طبقة من البسكوت برضو لو انت عايزة تقليلي عدد طبقات البسكوت انا عامل اربع طبقات لو انت عايزة تقليلي تعملي مثلا تلت طبقات بسكوت مفيش مشكلة بس انا عاملة مقدار الخليط بتاع الكريم كرامل يدوب على قد اربع طبقات البسكوت يا جماعة فانتوا لو عايزين تقللوا فانتوا هتقللوا برضو في مقدار الكريم كرامل فانتوا لو عايزين تقللوا الكمية تقسموا المقدار اللي انا عامليه على اتنين دلوقتي حطيت بقى رابع طبقة هنحط رابع طبقة من البسكوت ده كان اخر حاجة في خليط الكريم كرامل فانا بنزله كله عشان ننزل برابع طبقة من البسكوت انا بشرح باستفادة بس علشان يبقى كل حاجة واضحة ليكم لان انا كتبى المقدار في السكرينشوت فالطريقة تبقى واضحة قدامكم يبقى احنا حطينا دلوقتي طلت طبقات من البسكوت كل طبقة خمسة وعشرين بسكوتة ودي رابع طبقة وده تالت باكو انا هستخدمه دي رابع طبقة هي من البسكوت هرصها هنشوف هنعمل ايه تمام يا جماعة كده لو انت شايفة ان اللصانية دي كبيرة يبقى تقسمي المقدار بس على فكرة عشان تكونوا عارفين انا عملتها ويا ما شاء الله خلصت وانا وولادي بس الموجودين ما شاء الله عجبتهم جدا ومن كتر ما هي عجبتهم فكل واحد خد اكتر من قطعة يعني بالهنة والشيء خلاص بقى انا رستيط رابع طبقة من البسكوت هشوف هحط عليها بقى الطبقة دي كباية ميا مياة وخمسين ميلي عليها معلقة صغيرة من القهوة سريعة الزوابان دي معلقة صغيرة على فكرة طعمها مش هيبين فلو انت بتحبي طعمها فممكن تعمليها معلقة كبيرة حطيت بقى معلقة صغيرة واحط اي دلوقتي هنحط كيس من الكريم كراميل يبقى انا كده استعملت للوصفة تلاتة كيس من الكريم كراميل بس اللي هو النوع ده اللي انا لقيته واخدت بقى كيس حطيته ده تالت كيس كده احنا استخدمناه للوصفة هنقلبه ونحطه على النار برضو لحد ما تغلي يبقى ميا ومعلقة صغيرة قهوة سريعة الزوابان وكيس كريم كراميل غليت هاخدها اعمل اي دلوقتي هاخدها بقى وهي سخنة كده زي ما احنا شايفين غليت هي خلاص هاضفها على رابع طبقة من البسكوت اللي احنا عملناه وهي سخنة اهي شايفين سخنة مش هستنى هتبرد ولا حاجة هاضفها وهي سخنة عادي جدا هحاول بقى ان انا اي اوزعها على كل البسكوت علشان كل بسكوتة يوصلها من الصوس التحفة ده طعمه لازيز جدا همسك بقى القلب كده وافضل ايه اهز فيه بحيث ان انا اوزع كل اللصوص الحلو ده على ايه بقية الصينية واحلى حاجة في انه هو شفيف ومبين طبقات البسكوت كده فبيبقى شاكله لزيز جدا وكمان بيحل الطعم بالمنظر ده ودلوقتي بقى هزين حابين تزينه باي حاجة عندكم بقى انا زينت بجسط الهند لو عايزة تزيني باي حاجة تانية حسب زوئك وحسب انت بتحبي ايه يعني تزين حاجة ترجعلك هتزيني بقى كل بسكوتة عليها شوية من جسط الهند او اي حاجة تانية تكون متوفرة عندك ودخليها التلاجة يعني ساعتين كفاية بكتير ثلاث ساعات وتطلعي تقطعيها مفيش اسهل من كده ولا احلى ولا اطعم من كده حاجة يعني سهلة بتعمليها او انت وقفة لا فرن بقى ولا اي حاجة شوفوا بقى سهلة ازاي وكمان الطعم مش هتتوقع جماله وهتعجبك جدا باذن الله يا ريت تجربوا الوصفة بقى دي وتعجبكم باذن الله هنشوف مع بعض دلوقتي بقى احنا بنقطعها وشكلها ايه من جوة بعد ما طلعتها بقى من التلاجة هنقطعها بقى كده ايه يعني تجيبي بقى السكينة ما بين كل بسكوتة والتانية وتقطعي بصوا يا كده هتبقى خمسة وعشرين قطع حلوين بس هتاكلي قطع هتحس ان انت عايز تاخدي قطعتين كمان من قطر مي خفيفة ولذيذة وسكارها كده مظبوط وحاجة يعني وهمية ويا سلام بقى لو كان القلب كمان بايركس تخيلوا بقى المنظر بقى من الجم وتبقى طرية قوي وجميلة وطبقات فوق بعضها كده مش قادرة اوصفلكوا والله هي عجبتني جدا جدا ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتتبعتولي صور تطبيقاتكم واللي لسه ما اشتركش في القناة ياريت يشترك بيها ويدوس على الجرس عشان يوصلوا مني كل يوم فيديو جديد كل سنة وانتوا طيبين واشوفكوا على خير قريب باذن الله الفيديو جديد ما تنسوش بتاع المقادير في اخر الفيديو وما تنسونيش بقى في اللايك والشير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة